اه هرجع وقولك ان النادي الزمالك برضو وانا الكلام ده قلته ما قلتش مش دي اعذار ولكن الزمالك بيعاني منها بيعاني من عدم القيد اه طبعا طبعا وعدم القيد لفترتين دي تموت طبعا طبعا يعني لو فترة واحدة وفترة تانية قيت او فترة قولة قيت وفترة تانية اتمنعت ماشي مبلوعة لكنك انت تحرم فترتين دي اوز عاطف دي قاتلة عشان كده الزمالك كان سبب رئيسي من ضمن الاسباب اللي انت ما تشلاقي بديل على مستوى عالي زي ما بدأوا الفرقة دي 2014-2015 لما كانوا لسه جايين فاني ما عندكش القصة دي هل القيد فعلا اثر على الزمالك بالشكل كبير اكيد انت كمان محتاج دايما للعيب اللي موجود في الملعب طول ما هو عارف انه فيه لعيب وريب منه زي ما انت قولوا كده بلغة اهل الكرة بيدي بوراه يتقلق لكن طول ما بيحس ان هو الموجود هو اللي على الحجر بهما خلص به مستوى طبعا لزي ما لك تقصر طبعا اللي قولش كده يعني ميقولش الحقيقة بزي ما يتقصر بشدة جدا جدا عدم القيد لسوء الصيفي او شتوي خاصة ان هو كمان ايه كان عنده مراكز محتاجة يعني انت ايه انت كان عندك مراكز محتاجى تدعم فيها ما دعمتش والعيبة اللي انت دعمتها بطبρο انت تعملها عارض بره ايه اضطر ان انت النهاردة عندك ثلاثة اللي هو الوينش محمود علاء محمد عبغاني فبتقول لما يحد فيه مجامل بتدور على بديل تاني من ايه من قطاع الناشئين فبتحط حد يسند معاك على مستوى قطاع الناشئين الناحة اليمين لما عندك حاز امام غاب للاصابة والمسوسة كانت شوية عايز فانت مضطر انك تجيب احمد ايه انت اعارته فانت ايه ما انت وما جيبته وعمر كمال عبواحد اللي انت جيبته اساسا عشان الناحة دي واللي كان واحد من افضل مقدم افضل موسم ديه راح فيوتشا فانت برضك محتاج خط الوسط عندك اكيد لا طبعا ازايك كافريق تعارب بعد اللي هيبه برضه اثرت نوجل نظرك في لحيبة اعيرت يعني وانت ما عندكش خير طب دي كان اللغز الكبير في انك تعمل ده انت النهاردة فسرتوا بايه يا سوز عاطم انت كصحف زيما الكاوي مثلا لو بصك انا كان بنتبالي لغز كبير اوي 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 يعني انا كان بنتبالي لغز كبير اوي 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 ان انا كون وخاصة ان انا بعض الاطراف الاخيرة اللي اسمعته من السحسان اللبيب ان هو بيقول ان انا عارف ان انا عارفت ان الزمالك موقوف قيد قبلها فترة طويلة طب ده جميل اوي اوي كان من المفترض ان انت تحفظ على كل حد حتى قطاع الناشئين فيه اللي موجود تحاول تلقي له مكان يستنى يعني ما تسيبش اي حد حتى من اللعيبة اللي هتطلع برج انه انا هجيب منين ده هما دول الزخرة اللي موجودة عندي انا صنعي مش ان انا مسلا ممكن امسع عشرة او خمسة او اي رقم من اللعيبة ويجيب غيرهم ده انا خاصة لم يعد امامي السؤال اللي موجودين عندي دول فمبترض ان انا حافظ عليهم اه باكبر قدر فان انا مشيهم انا ده بقى لغز جدير لغز فعلا اه لغز لغز يعني طب ازاي خاصة انه كمان انا شايف انه الاركام اللي اندفعت مش اركام كبيرة يعني يعني حتى سواء كان لا اوبشن توباي ده بالنسبة لمحمد صبح دي كارسة لا بان اقول لك كلها كلها مش اركام كبيرة خالق حتى سواء في الاعارة او في البيع يعني ما ديجوا تقولي النهاردة انه انه محمد صبحي المفترض انه هو بيتم الرهان عليه ليكون حرص مرس الاول خلال العشر سن الجايين اه وينبع بعشرين مليون وهذا رقم متواضع جدا 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 اه لغز يعني انت حتى مش مثلا ايه ما كانتش عندك رقم مغري يجبلك انك تبيع بي يعني ما كتش قلتلك مثلا ايه ديني حسين فصل برقم كبير فانت قمت جي من دهولي قمت لديني محمد صبحي رقم كبير فانت قمت جي من دهولي الاركام اللي كانت حتى معروضة في الاعارة او في البيع كانت اركام تقريبا بسيطة صحيح سواء لجنش لصبحي لحسين لقسامة فصل يعني كل المجموعة اللي خرجت من زمالك فوقت كذلك احواج لها اه انت ان اللعيبة اللي انت جبتها سواء شابانة او او عمر كبير عبواحد او اللعيبة اللي انت جبتها دي خاصة انت مطلب انك مش هتلاق ملهاش مكان في الفرقة واتمشي تمام مش كلا منزبين لكن اللي مجموعة عندك كلعيبة لانك لازم احفظ عليهم بالظبط وانا بقاقول زدين التاني بقاقولها انه جون زي زي محمد صبح اللي هو يتم اعداده اللي يكون حارس مصر في خلال 10 سنين جايين رقم متواضع جدا ولو قلت لأي نادي انه 20 نهاردة هشتريه هو محمد بهذا المبلغ